مساء الفل أهلا وسهلا بالحبايب الغوالي رمضان كريم يا حبايب علينا وعليكم إن شاء الله طبعا في أحد الحبايب أخونا وحبيبنا كتير عم يقول لي يا أستاذ ما حكيت لي عن الصنباطي عن صوت الصنباطي عن عصف الصنباطي طبعا الصنباطي رائد كبير موسيقار عربي عظيم بألحانه بعصفه حتى بصوته حتى بأخلاقه الصنباطي إنسان عظيم مر في هذا الزمن رحمه الله جسدا وأبقاه لنا فنا خالدا طبعا الصنباطي كعازف عود لنا في ثلاثة بزمنه نهزوا الدنيا الصنباطي والقصبجي وفريد وكل واحد له بعصفه لكن هدول السلاسي هن فرسان كانوا على آلة العود وكل واحد له براعة واختصاص الصنباطي طبعا هو الملحن الشرقي الكبير الهنك التقيل نشوفه هذا موجود في ألحانه أينما لحن وخصة مع سيدة أمك السوم الصنباطي في البدء في إله فيلم عم يغني معهودة سلطان ديو تسمع كيف يغني الصنباطي الصنباطي صوت جميل لا يقل جمالا عن عبدالهاب وعن فريد وعن عبدالحليم كأصوات مصرية انتبهوا والدليل على ذلك لما أول ما غنى الصنباطي كان ملقب ببلبل المنصورة يعني الصنباطي صوت جميل أخاذه كذلك الأمر لما سألوا لعبدالهاب عن كل واحد من الكبار فقال لهم الصنباطي يملك صوت جميل جدا جدا وهذه حقيقة نشوف الصنباطي بتلحينه الصنباطي هو موسيقار صوفي رجل فهمان نشوف الثلاثيات المقدسة نشوف إله الكون نشوف الرباعيات بتشوف دائما بألحان الصنباطي فيه مسحة دينية شوف انت القلب يعشق كل جميل في مقطع أنا ببكي فيه بحس حالي أنا بيمكي المكرمة طبعا الصنباطي مئات الألحان إذا مؤلف لحن ما بعرف لكن الصنباطي ما بيعمل شيء إلا اللي بيرن إلا لقوله يعني ألحان الصنباطي تقاس في معدن الذهب يعني كل لحن أو كل كوبليه مصنوع من ذهب من الذهب الخالص يعني أهل الفن الكبارة بيعجزوا عن وصف الصنباطي على الجمل اللي بيركبها الشرقي المتينة اللي بتسحرك الصنباطي كان ساحر حتى فريد اللي اللي الدنيا حبت موسيقاه والموسيقار الشرخي كذلك اللي قالت عنه أم كرسوم وعبدوهابوة كان يقلونه مين الملحن الشرقي اللي بتحبه أو دغري يقلون الصنباطي يعني هذا اختصاصين هدول عرفوا أنه هدول كانوا مميزين بتلحينون الشرقي محبي للقصبجة ومحبي للشيخ زكريا أحمد كذلك شرقيين لكن هدول فيقلون مسحة خاصة في تلحينون كيف الصنباطي الصنباطي الهنكي التقيل القصيدة التقل 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 بس تسمعوا الضرب الجملة الجملة المازورة دغري بتشدك هاي صنباطي كذلك الأمر عود الصنباطي الصنباطي بس يعزف شوف الزركشي شوف لما بيزركش أنا بنظري أكثر واحد يتعمق في النغمة أكثر فنان يتعمق في النغمة على آلة العود والصنباطي لأنه أنا سامعوا كلهم طبعا أنا من عشاق حبيبي فريد الأطرش لكن النغمة اللي بدك تسمع نغمة وتشبع نغمة زركشي وتقل وبيفوت فيها مسافات بتقول والراح يعني قادر الصنباطي يعزف لك الرصد ساعة مت من ساعة على مقام الرصد لفصفسه كله الرصاني الموجودة عند الصنباطي هذا هو الثقل ولما كان يعزف الصنباطي وكان هو مسؤول عن كل العواد في مصر كان يومه داخل فريد فتى دخل بمدرسة اللي بدرس فيه الصنباطي أو في المعهد اللي بدرس في الصنباطي وفريد كان نال تحية حب واحترام من الصنباط وقال له ما تجيش هعلمك ازاي هل بده علمك يا انت حافظه كذلك كانت موهب عن فريد ذلك ده السلاسي الكبير في العود وفي آلة الشرق والقصبجي صاحب الريش المتيني كانوا عزف على بيانو والصنباطي وفريد هدول هكتلاتي كل واحد أجمل من التاني وكل واحد أبرع من التاني والصنباطي على أكتافه تأسست الإزاعة المصرية لأنه كان في إزاعات ما لا علاقة فيها الدولي ما كان يقبل يتنازل يشترك فيها حتى أنه الدولي ابتدعت إزاعه وطلبت الصنباطي كان قلو كل يوم ربع ساعة إذن الصنباطي هو تاريخ في الموسيقى والغناء العربي مع العلم أنا حكيت كثير عن الصنباطي وأدمن حكي عن الصنباطي قلتلك في ناس ما فيك تنساهم يعني أنا لما كان الصنباطي القديم وشوف زكاء عبد الوهاب الصوت عبد الوهاب اللي دعمه أحمد شوقي وهو كان معه الصنباطي على آلة العود حتى ظهرت أمه كلسوم فصار بده ينافس عبد الوهاب ما بده يغني صار ينافس عبد الوهاب بألحانه لأمه كلسوم شوف كل واحد كيف بيعمل فريد كان عصفه المميز وصوته المميز وألحانه الشرقية لتدخل الروح بالاستئزانها التريول كمان صنع فريد وخلاها أبدي كذلك إجا أداء عبد الحليب باللون الجديد اللي هو صار بعيد عن كل لون عبد الوهاب والصنباطي حتى عبد الوهاب لما لحن لأمه كلسوم قال عنه الصنباطي إنه عم يعمل شبابي أو هيكي أمه كلسوم مهيك صوته لازم يكون دائما لكن التنويع طبعا أنا بحب التنويع وكلهم عزماء كل شي لحن لأمه كلسوم كلهم يعني الموجب بجنن مميز مليغه دخيله روحه الصنباطي زكريا كل واحد قللون وكله المطلوبين أنا أعتقد أن الصنباطي الصوفي اللي عنده الرصاني هي الأتقل هي الأثقل حقيقة بين الملحنين لكن بدك تجي والله بدي إسمع أنا بدي إسمع موسيقى صادقة رومانسي خفيفة تدخل عروحي بيسمع بليغ بدي إسمع فلسفة موسيقية عالمية بيسمع بعبد الوهاب بدي إسمع صوفي ورصاني وشرقي وعربي بدي إسمع الصنباطي أنا أعتقد أن الصنباطي هو لأهل الأختصاص وأغلب الفنانين طبعا بيخافوا من جمل الصنباطي وبيقولوا أستاذنا وهذه حقيقة فكلهم رحمهم الله في الجسد وأبقاهم لنا فنا خالدا هم المنارة الحقيقية لأمتنا العربيين أنا كعربي أنا اللي الشرف أن أذكر هدول هني الحقيقة وهني الجوهر للموسيقى ما لحنوا إلا الكلمة الجميلة وما حطوا إلا الموسيقى العربي التي تنضح بالحب هني هويتنا هني بسبورنا إلى العالم رحمه الله والصنباطي العظيم بالذات اللي هي الحلقة اليوم عنه وأشكر أخي الحبيب اللي هو طلب بنا هذه الحلقة الجميلة لأنه فيها إفادي لنا جميعا رمضان كريم حبيب وكل عام وأنتم بخير وأهلا وسهلا شكرا شكرا